وننوه لعنايتكم السادة المتابعين أن حفل افتتاح جامعة خرفكان سيبث كاملا تمام الثامنة مساء اليوم في برنامج خاص على تلفزيون الشارقة استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني للتحادي في مقر المجلس بيبوظبي كلا على حدة سعادة صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت وسعادة خميسي عريف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسعادة أكيو إزوماتا سفيرا اليابان بحضور سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس الوطني الاتحادي وتم خلال اللقاءات بحث سبول تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول مع تأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول